موسيقى وصل الأميرة شارلز وزوجته دوقة كورنوايل مساء أمس الأحد إلى هاليفاكس في مقاطعة نوفا سكوشا في إطار زيارة رسمية تمتد على مدى أربعة أيام وأصدر رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر بيانا بهذه المناسبة قال فيه إنها مناسبة مشرفة لكندا في الوقت الذي تحتفل فيه البلاد من خلال عدة أحداث بمرور 150 عاما على تأسيس البلاد وكان في استقبال الزوج الملكي وزير العدل الكندي بيتر ماكي ورئيس وزراء مقاطعة نوفا سكوشا ستيفن ماكنيل ورئيس بلدية هاليفاكس مايك سافج ومن المرتقب أن يتوجه اليوم الزوج الملكي إلى شارلوت تاون في مقاطعة برينتس أدورد آيلاند للاحتفال بعيد الملكة ومرور 150 عاما على مؤتمر شارلوت تاون قرر حزب الكتلة الكبكية عقد مؤتمر وطني نهاية الأسبوع الجاري سيجمع من خلاله قرابة 800 مندوب وسيعقد المؤتمر في مدينة ريموسكي بين الثالث والعشرين والخمس والعشرين من أيار ميل جاري ويعتبر المؤتمر الأول لحزب الكتلة الكبكية منذ عام 2005 وسيعمد الحزب إلى إجراء حوار حول الأسس والتوجهات التي سيتبعها في المستقبل كما يهدف المؤتمر إلى تعبيد الطريق أمام انتخاب الزعيم الجديد للحزب خلفا لدانيال بايي الذي استقال في كنون الأول ديسمبر الماضي من منصبه لأسباب صحية ونجد في عداد المرشحين النائب أندري بيلافانس وماريو بوليو وسيتم إجراء الانتخابات لزعمة الحزب الكتلة الكبكية تحديدا بين الحادي عشر والثالث عشر من حزيران جوال مقبل وسيتم العلان عن النتيجة في الرابع عشر من حزيران كشفت شركة الطيران الكندية يوم أمس الأحد عن آخر اطراز من الطائرات الذي عمدت الشركة إلى شرائه ويتمثل بطائرات دريم لاينر 787 التي استكملت الرحلة الأولى لها وحطت أمس في مطار بيرسن الدولي في تورونتو ونقلت الطائرة على متنها مئة راكب من الموظفين وسيتمكن الصحفيون غدا الثلاثاء من العبور على متن الطائرة لتصوير الداخل يفتتح رئيس الوزراء في مقاطعة كابك فيليب كويار يوم الأربعاء الدورة التشرعية رقم 41 للحكومة مع خطاب سيعمد من خلاله إلى أعطاء المزيد من الإضاحات حول كيفية تقليص النفقات الحكومية دون الإساءة إلى الاقتصاد في المقاطعة وسبق وأكد رئيس الوزراء أنه حان الوقت لاتخاذ القرارات الصعبة فالإجراءات الهمشية والتجميلية لم تعد كافية وبأن هذه هي بداية عهد سيمتد على مدى أربع سنوات ونصف السنة وفق ما أكده كويار في الرابع والعشرين من نيسان أفريل الماضي هذا ومن المرتقب الكشف عن الموازنة الحكومية في حزيران جوان المقبل ومن خلالها سيتم التأكيد على الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة وتشمل تجميد التوظيف في القطاع العام طلق النواب في كبك لائحة المرشحين لمنصب رئاسة الجمعية الوطنية وتبين أنه لا يوجد سوى اسم واحد على اللائحة وهو اسم النائب الليبرالي جاك شانيون الذي يمثل دائرة وستموت سانلوي مما يعني أنه لن يصار إلى إجراء انتخابات حول رئاسة الجمعية الوطنية غدا الثلاثاء عند استئناف الأعمال البرلمانية نعيد التذكير أن جاك شانيون إبليبرالي منذ عام 1985 تسلم حقيبة التعليم عام 1994 ومن ثم حقيبة الأمن العام بين عامي 2003 و2005 ويشغل شانيون منصب رئاسة الجمعية الوطنية في كبك منذ عام 2011 أفيد أمس الأحد عن إصابة مواطن بعيار ناري في دائرة بلاتوم مورويال في مدينة موريال وجرت محاولة القتل عند الساعة السابعة وخمسين دقيقة على شارع سانتبير بالقرب من جدة مورويال أست وسمعت طلاقات نارية من قبل المقيمين في المنطقة الذين نقاموا باستدعاء الشرطة وأكد الناطق بلسان قسم الشرطة في موريال أن عناصر الأمن وجدوا الرجل المصاب داخل سيارة ماركونة إلى جانب الطريق وكانت الضحية في وضع حرج مما دفع بالمسؤولين إلى نقلها إلى مركز استشفائي على وجه السرعة أعلنت الشرطة في موريال أمس الأحد عن انتهاء الوحدة الخاصة للتدخل من تفكيك كافة المتفجرات المصنوعة يدويا والمتواجدة داخل شقة سكنية في دائرة أهنسك كارتيفيل وتوجه عناصر الأمن يوم السابت عند الساعة التاسعة صباحا إلى شقة المتواجدة على شارع روبيرتين باري بالقرب من شارع أليس نولا في أعقاب التبليغ عن إمكانية تواجد عدد من المتفجرات في المكان المذكور وتم إخلاء قرابة خمسين شقة مجاورة في الحي السكني مما دفع بالسكان إلى المبيت خارج منازلهم إلى حين انتهاء الوحدات الخاصة من تفكيك العبوات الناسفة وأوقفت الشرطة المشتبه به وهو شاب يبلغ من العمر 18 عاما وسيتم توجيه اتهامات جنائية بحقه عندما سيمثل غدا الثلاثة أمام القضاء ونقلت وسائل الإعلام المحلية أن الشاب يعاني على الأرجح من مشاكل نفسية نقلا عن عناصر في الشرطة في موريال واتضح بأن الشاب كان يقتن مع أسرته ولا علاقة له بأي منظمة إرهابية مع هذا الخبر ينتهي الموجز شكرا للمتابع اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر